بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة النهاردة ان شاء الله موضوعنا بسيط وسهل جدا بس ان الناس تكون فهمة اللي انا هقوله لان الناس بتسمع الموضوع ده كتير الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله فيه ناس بتسمعوا كتير وماهيش فهمة يعني ايه حزمة عامة ويعني ايه حزمة غربية ويعني ايه حزمة شرقية بالنسبة لترددات الكنوات على النيل سيت انا هفهم حضرتك دلوقتي يعني ايه حزمة عامة ويعني ايه حزمة شرقية ويعني ايه حزمة غربية طبعا نبدأ اول حاجة بالحزمة الشرقية الحزمة الشرقية تغطية البسة التي تغطي دول الشرق الاوسط بمزالك شرق ليبيا عندنا بعد كده الحزمة الغربية والحزمة الغربية برضك تغطي دول شمال غرب افريقيا زي تونس زي الجزائر زي المغرب زي موروتانيا وزي غرب ليبيا والترددات او الحزمة اللي تلاقيها او يقول لك تردد حزمة عامة فازن التردد الحزمة العامة حضرتك في اي مكان هتقدر تستقبله هو دفر الحزم اللي موجودة في الترددات على النيل سات او اي تردد بس احنا بنقولها بصفة خاصة على النيل سات لان اغلب الناس اللي بتشوف الفيديو طبعا بيكونوا مستخدمين امر النيل سات وكمان هوضح لحضراتكو يعني ايه معنى كلمة حزمة معنى كلمة حزمة عامة ان الحزمة دي بتضم ترددات معينة فالترددات المعينة دي ليها تغطية معينة لدول معينة يعني لما اقول لك تردد حزمة شرقية طبعا شرقية ده هو يعني يضم مصر ما ينفعش اروح استقبله في المغرب بس يا جماعة هو ده كان موضوعنا النهاردة وحبيت اعرف حضراتكو يعني ايه حزمة شرقية وحزمة غربية ويعني ايه حزمة عامة لان اغلب الناس بترفع الترددات وبتعمل فيديوهات ويقول لك حزمة عامة طيب التردد ده حزمة شرقية طب التردد ده حزمة غربية لا يبقى احنا فاهمين ده ايه وده ايه وده ايه بس كده تمنى يكون عجب حضراتكم الفيديو وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته